على وقع التفجيرات يسير المشهد السياسي للأمام هل هتؤثر هذه التفجيرات التي تتجاور مع المشهد في صياغته وتصبح جزءا منه مؤكد ان المخاوف التي تزداد مع ازدياد التفجيرات يقابلها تصرفات اخرى او ردود افعال في داخل الحياة السياسية وربما حتى افتجاهات الناخبين المشهد الدموي الذي تتسع دائرة حولنا في بلاد اخرى الى اي مدى يمكن ان يلقي بضلاله على المشهد في داخل مصر وعلى اختيارات سياسية هل ما يحدث في مصر الان ونحن نتجه الى استحقاق انتخابي كبير هو مشهد تحضر في السياسة ولا الاعتبارات الاخرى هي صاحبة دور البطولة في اسئلة كثيرة تتعلق حتى بمكوناته بالقايم الانتخابية بالاستعدادات ليه بطرحها على ضيفي دكتور وحيد عبد المجيد استاذ العلوم السياسية ونائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك مؤكد ان الاحداث الدموية كمان هتلقي بضلالها على حوارنا واكيد هبدأ بالحدث المؤلم اللي كان قبل قليل واردود افعاله وبفكر مشاهدينا ان قبل قليل اعلن تنظيم داعش على احدى صفحاته الرسمية انه اعدم الطيار الاردني معاد الكسسبة باحراق يحيا وبث صورا مؤسفة لهذا الامر الرد الاردني الاولي جاء بان الاردن تعلم ان الاعدام تم من يوم 3 يناير الماضي القوات المسلحة الاردنية اصدرت بيان قبل قليل وذكرت فيه انها ابلغت والد معاد الكسسبة باعدام ولده وذكرت ايضا ان نقل ايضا عن مصادر رسمية انه تم نقل ساجدة الرشاوي الذي كان التنظيم يطالب مبادرتها بالكسسبة واربعة اخرين الى سجن سواقع المخصص للاعدام وان حكم الاعدام سينفذ فيهم خلال ساعات القوات المسلحة ذكرت في بيانها ان دمه لن يذهب هادرا وقبل قليل كان معانا رئيس تحرير جريدة الرأي الاردنية الذي رأى في هذه الوحشية من قبل تنظيم داعش نوع من انواع الرد على خطوات اتخذاتها الاردنية ضد الارهاب وخصوصا ان مؤسس هذه التنظيمات ينتمي الى احدى العشاء الاردنية وهو ابو مصعب ازرقاوي برجعتني الضيفي بورا حبيب اسألك على المشهد السريع الذي مر امامنا كيف قرأته وكيف قرأت تأثير المتسارع يعني هو كان واضح من ايام ان الطير الاردني ليس حيام والحقيقة يعني اعدامه او مقتله بيسير تساؤلات يعني الاسير بهذه القيمة عندما يعدم بالتأكيد لابد ان يكون قعد ما فيه ظروف غير طبيعية لانه قمته التبادلية اهم بكثير جدا من اعدامه وخصوصا انه فيه يعني محتجزين ومحكوم عليهم بالاعدام في السجون الاردنية شخصيا ثم كانوا انتحارين يعني هما كانوا مفقدين بالنسبة للتنظيم كانوا رحين ينفذوا عمليات ووارد بالنسبة الاكبر لهم مش هيرجع اه بس هو في النهاية فيه مستوى معين من القيادات تكوينهم مواش سهل وبالتالي اذا فيه فرصة لاستعادتهم يعني الف باء اي حرب او اي معركة انه بتوعت الاولوية لاستعادتهم يعني وخصوصا انه اعدامه او مقتله لن يفيد تنظيم داعش او غيره في شيء وبالتالي وفيه احتمالين في هذا الموضوع الاحتمال الاول انه يكون اعدم في نتيجة ظرف التراري واجه هذا التنظيم ربما المكان اللي كان محتجز فيه قادروا يخرجوه من منطقة معينة وهذه المنطقة حصرت او فيه غارات شنت عليها فحدث نوع من يعني اصبح من الضروري اخلقها بشكل معين في ظروف صعبة او فيه احتمال اخر انه يكون قتل من البداية لان هو التسجيل الوحيد اللي هو ظهر فيه الحقيقة تسجيل غائم جدا لكن الصور المفتوصة ليه الصور بيرتدي ملابس اللي هي بيرتديها سجناء داعش الملابس البرتقالية لم يلجأ تنظيم يعني هو اول مبارح صدم مشاعر العالم كله بمشهد الرهينة الياباني اللي بث صورته بعد اعدامه صحيح يعني المشهد ده الحقيقة الملامح الوجهي فيه غير واضح بس اعتقد بالنسبة لمن يعرفونه ياسول التعرف عليه يعني يعني ودايما بيجيبوا من زاوية فيها 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 فيه اكتر من صورة بسات الحقيقة لا الصورة اللي هي الصورة المعتمدة صورة التسجيلات فهو فيه تسجيل واحد له قيل ان هو العامل وظهر فيه صورة برضو غائمة هم الاعدامات عندهم بتحدث بشكل نمطي جدا وبيبقى واضح تمام الله فهو فيه يعني فيه احتمالات متعددة في الموضوع لكن المهم ان احنا فيه يعني سلسلة يعني بتدوى لحلقتها من الأفعال وردود الأفعال يعني هذا الانتقال إلى مستوى يعني مستوى اخر في التوحش بعد قطع الرؤوس ووضعها بشكل مؤلم بقى جثمين أصحابها والتصوير معها تقنى إلى مرحلة حرق البشر أحياء يعني هل لديك تفسير لهذه الطريقة هل بتوفق مثلا عن تفسير البعض أنه نوع من انواع الانتقام يعني كيف تفسر أصلا تنفيذ الاعدامات بهذه الطريقة الوحشية لا أنا أعتقد أن الملابسات الحقيقة غير واضحة عشان كده أنا أعتقد أنه فيه شيء غير طبيعي في هذا التنظيم بيتفخر وبيبث الصور هو بنفسه يعني ما هو لابد أن يعمل أنه يعمل كده لأنه لازم يعمل نشهد أعلامي وجزء من قوته مستند إلى قدراته الأعلامية وقدرته على التأثير الأعلامي فهو لازم يعمل كده لأنه لغاية أمبارح أو أول أمبارح بيقوله أنه حي فلازم يثبت أنه هو كان حي فعلا وأنه كان يمكن أن يبادله وقرر في النهاية أنه يبادلهش إنما الأرجح زي ما تقول سلطات الأردنية إنه هو ليس حيا منذ فترة وبالتالي ما يعلن ويقول إنه حنبادله لابد أنه يقدم شيء يثبت أنه على قيد الحياة ورغم أنها الآن بتبحث في تعديل حتى قوانينها وحيك تعلم طبعا أن منذ الحرب العالمية الثانية في دستور ما يمنع من إخراج القوات اليابانية للحرب في الخارج وفي دلوقتي تعديل يبحث رئيس الوزراء لفكرة إخراج القوات لإنقاذ الرهائن لكن هي ما فوضتش على الرهائنها يعني نحاول نحن نفهم الموقف الفلسفة في التعامل مع هذه الأمور من قبل الدول المختلفة فكرة الرهائن وخصوصا بعد ما تكررت هذه الصور المؤسفة لإعدام الضحايا والرهائن الأجانب لا هو الحقيقة هنا المسئولية المسئولية متبادلة يعني إذا كان هذا التنظيم متوحش فهذه الطريقة في التعامل مع من يقع بين أيديه هي أيضا طريقة متوحشة من جانب هذه الدول سواء اليابان أو الولايات المتحدة أو غيرها اللي هي بتضحي بالبشر بهذه الطريقة هلأ أمامها كان خيارات أخرى؟ أه طبعا أمامها تفاوت اليابان كان مطلوب منها مبلغ كان مطلوب منها فدية 200 مليون دولار هل تتصور حضرتك أنها لو دفعت الأردن قبضت مرونة وقالت أنها ممكن تسلم سجد الرشاوي وهذا ما حدث لطيارهم لا ما هو ما أقول لحضرتك أنا أعتقد أنه موضوع الطيار الأردني فيه شيء مش طبيعي فيه بدليل أن السلطات الأردني تقول أنه عندها معلومات بتؤكد أنه تم إعدامه من شهر تقريبا 3 يناير عفوا آه يعني من شهر ففيه حاجة مش طبيعية في هذا الموضوع لكن في مثل هذه المواقف الحفاظ على حياة البشر هو القيمة العليمة لكن ألن يغري هذه التنظيمات بالمزيد من هذه الأفعال لبما تلجأ الخطف وترك الناس يقتلون أيضا لن يوقفهم عن الاستمرار في هذا يعني الضحياتين اليابنيتين إعدامهم لا يعني أنهم مش هاختفوا يابنيين أخرين أو أمريكيين أخرين أو غيرهم إذا لم يعني هم 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 دي يعني دي حرب مفتوحة الصور وفي الحرب هم هم مستبحين كل شيء الصور اللي تم مفتع بالأمس في مقابل صورته وهو على قيد الحياة وهو يقوم بأعمال إغاثية وبتدريب لزملائه على العمل في مناطق الخطر في سوريا هذه الصور اللي بتقدم يعني وجه إنساني للضحايا في مقابل وجه وحشي لتنظيمات الإرهابية إلى أي مدى ممكن تكون نقطة التحول تساهم مثلا في أن البعض يحجم على التحاق بالتنظيمات في تقليل جاذبيتها بالنسبة للبعض اللي بيلتحق بأفكارها حتى الآن لا بالعكس يعني من يلتحقون بهذه التنظيمات وعلى فكرة بعضهم أوروبيين من أصول أوروبية محض أوروبية لا علاقة لهم يعني لم يكونوا في هذه المنطقة أبدا ولا جيل من أجيالهم يعني ليسوا صورة سجدر رشاوي كان مطلوب تبادلها بالشاب الأردني الذي تم أعدامه وأعلنت الحكومة الأردنية عن أعدامها بعد ساعات قليلة يعني من يلتحقون بهذه التنظيمات سواء كانوا من مسلمين أو غير مسلمين أنه في أكتر من ألف من أصول أوروبية لا علاقة بيلتحقوا بهذا النوع من التنظيمات وهم يعتقدون أن هذه الأعمال هي يعني تعبير عن الجهاد أو النضال من أجل القضية الكبرى ويمكن دي مسألة تحتاج لمزيد من الفهم يعني بالذات يعني صورة سجدة وهي تبدو في مختبر العمر وبقابلها صورة أخرى تم تدولها على المطاق واسع برضو قبل أسابيع قليلة في عملية في فرنسا بعد أحداث شعر الإبدو وهي حياة بوميديان اللي تحولت إلى أشهر لجوه يمكن ربما في أوروبا وهي شابة من أصل جزائري فرنسية كانت تعيش على النمط الغربي تماما ثم قررت أنها ستجاهد في سبيل الله من وجهة نظرها بهذه الطريقة كباحث تفتكر إيه الجزاء بالنسبة لهؤلاء الشباب شباب يعيشون هذا النمط من الحياة في أفكار بهذا القدر من الدموية لا أهمد هؤلاء خلفياتهم متنوعة جدا وبالتالي كل فئة منهم لها أسباب بتدفعها للاتحاق يعني فيش سبب واحد يتفعون لأنهم مماش فئة واحدة مماش خلفية واحدة إحنا عندنا وعلى فكرة من يطلق عليهن نساء داعش الآن في اتنين بيتم التفاوض عليهن مع السلطات اللبنانية في مقابل الإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين يعني في مقدمة المطلوب تبادلهم أو مبدلتهم بالجنود اللبنانيين اتنين سيدتين من تنظيم داعش من تحريات داعش أيضا من تحريات داعش موجودين لدى السلطات السورية زميلنا كامل بفكرنا بصور حياة دومدين اللي احنا كلمنا عنها قبل قليل فالمسير أن المرأة لها دور أيضا ودور واضح أنه ليس صغيرا في هذا النوع من التنظيمات وبذات في داعش اللي هو مستوى غير مسبوق من العنف ومن القسوة ويمكن حقيقة نظرة هذه التنظيمات اللي بتتعامل مع النساء بطريقة مختلفة بتتعامل معهم اللي بيقع في إيديهم سباية الفكرة اللي كان يتم الحديث عنها ويمكن تحتاج إلى مزيد من التطقيق حول فكرة جهاد النكاح ومفهومه لديها ألا يتعارض مع صورة استخدامهم للنساء بهذه الطريقة الانتحاريات في مقابل مجاهدات النكاح أو في مقابل السباية أو في مقابل المرأة اللي عليها بحسب تصور بعض الطائرات الإسلامية أنه دورها في الحرب يكتفي بالإمداد ومدوات الجرحة ثم تصبح انتحارية ممكن تعمل عمليات ويتم مبادلتها وتحمل السلاح إنه تحول في الأفكار ولا التهزية سياسية ولا إيه بذلك؟ لا لا هو بيعتبر أنه من معه رجالا ونساء شيء مختلف تماما عن الآخرين وبالتالي النساء المنضمت إليه النساء التنظيم هم بالنسباله يعني هم عكس أو ضد كل النساء في العالم هو ممكن يسبي أي امرأة ممكن يتعامل بقصوة مع أي امرأة أو مع أي رجل لكن هو داخل التنظيم هو عنده مهام بس كالجزء من هذه المهام حسب روايات متعددة هي فكرة الاستخدام الجنسي لهؤلاء النساء يعني في إطار ما تؤمن به هذه التنظيمات هو لا يختلف كثيرا عن التعامل مع المرأة في كثير من المجتمعات التقليدية العربية وغير العربية أنه ما هو جاد يعني إيه الفرق بين أنه ياخد واحدة عشان تجاهد بالنكاح يعني أنه بتتجوز نظريا وبين الفتيات الصغيرات التي يتم تزويجهن قبل أن يبلغن وهنا بنات صغيرات ففيه ثقافة إذا أنت من نفس البوطقة يا فندم لنفس الأفكار والنفس التيار يعني هي أفكار زواج الصغيرات والقصيرات جاية من فيه لا دي موجودة لا ما لها علاقة بالتفكير دي لا علاقة بمجتمعات تقليدية بتتعامل مع المرأة بهذا الشكل ولا علاقة بالفقر اللي بيؤدي بأباء وأمهات إلى بيع بناتهن صغيرات نتيجة ظروف قصية جدا بيتعرضوا لها ونتيجة فيه متوحشين من نوع آخر بيروحوا ياخدوا البنات دولي يجوزوهم وهنا صغيرات مقابل مبالغ من المال فهو فيه خلل في المنظومة أرجع بقى من هذه الحالة العامة ومن المشهد اللي بيحاوتنا المشهد في التاخل يعني النهاردة مثلا القاهرة استيقظت على عدد كبير من التفجيرات ووضح أن فيه وطيرة بتاعة له وبتتزايد بشكل مقصود مبارح تم تفقيق قمبلتين أمام المطار والنهاردة في ممر بهلر وفيه أماكن حيوية بشكل بدأ مقصود البعض رابط بين ده وبين خطط معلنة وتسجيلات معلنة على قنوات تبع الإخوان أن الهدف الأساسي هو إفشال المؤتمر الاقتصادي هل بتتصور حضرتك أن الهدف من وجهة نظرهم بيسير في الطريق المرسوم ليهم ولا لن يحقق هدفهم لا هو بغض النظر عن يعني التطور ده كانت يعني تطور يعني جزء من الحالة الإرهابية اللي موجودة سواء فيه مؤتمر الاقتصادي أو ما فيش ولذلك هيستمر بعض البعض المؤتمر الاقتصادي مش هاي مش هاي مش هاي احنا عندنا بس توسع فيه نمط من ثلاث أنماط من العنف أو الارهاب الموجود احنا كان عندنا نمطين يعني أكثر انتشارا نمط العمليات الكبيرة النوعية اللي بينفزها بالأساس أنصار بيت المقدس أو بعض المجموعات الصغيرة وعدين كان عندنا يعني العنف اللي بيتم فيه تحت غطاء التحركات أو تجمعات من الناس في أيام الجمعة وأحيانا أيام أخرى وبعدين فيه نمط العمليات التخريب الصغيرة أو المحدودة عمليات التخريب الصغيرة أو المحدودة دي بدأت بعد النمطين دول وظلت هي أيضا انتشارها على نتاق ضيق الجديد في الفترة الأخيرة يمكن في الشهر الأخير يمكن في ثلاث أسابيع الأخيرة تحديدا أنه هذا النمط وعمليات التخريب المحدودة ازداد وتوسع واتخذ نمط أكثر عشوائية وأهداف أكثر براءة ما هو النمط ده احنا عندنا النمطين التانيين واحد منهم نمط منظم جدا والتاني غالب عليه العشوائية النمط ده اللي هو العمليات التخريب المحدودة هو بيجمع بين بعضه منظم وبعضه عشوائي يعني فيه جزء منه منظم وفيه جزء منه عشوائي اللي كان بيحصل معظم اللي كان بيحصل في الفترة السابقة على الأسابيع الأخيرة كان بيغلب عليه الطبيع العشوائي فيه ملامح الآن بتدل على أنه بقى فيه عمل منظم في هذا الاتجاه وأنه بقى فيه مجموعات بتشتغل على هذا الموضوع غالبا من بعض الشباب الإخوان اللي بيتحركوا فيه نطاقات مختلفة وربما معهم بعض الغاضبين أو اللي زيدان حلال لحديك شايفين الجماعة قدتهم غطاء نظري كده بالبيان الأخير اللي بتؤصل فيه بعض مفاهيم استقدام العنف والقوة وبتستعيد بعض عبارات لمؤسس جماعة الإخوان حسن البنة وبتتكلم عن القوة وبتتكلم عن الثورة هل شايفين الجماعة أطلقت إيديهم بهذا البيان والمسألة سبقة على هذا الأمر لا هي سبقة في ممارستها يعني في ممارستها كان في مبادرات بتاعتها وشان كده كنت بقول أنه كان غالب عليه الطبيعة العشوائي لأنها كانت بتتم بمبادرات فردية ومجموعات صغيرة جدا ثلاث أربع أشخاص ولذلك وحتى الآن يعني الغالب عليها أنها يعني الأدوات المستخدمة فيها بدائية جدا ربما يحدث تطور في هذه الأدوات بعد جدا آه يعني فيه جديد في الموضوع وهو أنه قيادة الجماعة بتعطي ضوء أخضر في هذا الاتجاه علنا بعد ما كان هذا الضوء الأخضر موجود ضمنا وكان فيه إنكار رسمي من قبل الجماعة لو جزت آه كان ضمنا فيه هذا الضوء الأخضر لكن كان بيتم بشكل عشوائي الآن فيه ملامح دي لسه محتاجة بحث محتاجة تطقيق فيه ملامح أنه بقى فيه مجموعات منظمة من الإخوان وربما معهم بعض من يريدون أن ينتقموا لأنه أقاربهم قتلوا في مظاهرات أو احتجزوا دون أن تكون لهم علاقة بالإخوان ففيه مجموعات يعني ما يدل على وجود تطور في هذا النمط الثالث اللي هو العمليات التخريب المحدودة وبالتالي متوقع أنه النمط ده ينتشر في الفترة القادمة وخصوصا في ظل أنه فيه حصار شديد مفروض على العمليات الكبيرة النوعية لكن الملاحظ أن فيه حالة من حالات حالة تشبه كده تتعايش مع الأمر لدرجة حتى كانت بتصير سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس بتتجمع عشان تشوفكم بلا وهي بتتفكك وبدل ما يخلوا المكان يقربوا من المكان بقى فيه تعايش كمان لكن الأمر قلاص أصبح جزء من الروتين اليومي ده طبعا مؤشر خطير لكنه الأسف طبيعي يعني ده بيحدث عادة لما بيستمر العنف لفترة طويلة احنا شوفنا دلوقتي نشوف الوضع في سوريا في سوريا الناس بيبقوا عايشين ومتعايشين مع قتال ضاري جدا بيدور على بعد نص كيلو منهم اللبنانيين عاشوا 15 سنة أنا رحت لبنان خلال الحرب الأهلية وشفت اللبنانيين بيتعايشوا ازاي مع حرب أهلية يعني مش بس أبوات ومش عارفين احنا طبعا نتمنى لا تصل أبدا للأمور لا قتال ولا قتال ومسالة نتبقى عمليات خائبة دايما مشكلة انه بيحدث تعود عليها والناس بتتعايش مع مستويات أعلى بكثير من هذا العنف كمان وقال لبناني احنا شوفنا في المهمان احنا كان بيبقى فيه قتال ضاري بيستمر عدة ساعات وفيه قتلى بيقى وجسس وكل اللي بيحصل المحلات بتقفل والناس بتدخل في أماكن آمنة وأول ما بتوقف القتال كانوا بيخرجوا يشيلوا الجسس ويمسحوا الدم ويفتحوا الدكاكين وكأنه المشهد بعد ساعة يبدو كأنه ما كانش فيه أي حاجة بتحسن أرجع من هذا المشهد إلى المشهد السياسي وتأثير هذا العنف عليه هل هيلقي بزلاله يعني دلوقتي فيه انتخابات مفترض أنها ستجرى بعد أسابيع قليلة هل هذه الأحداث هتلقي بزلالها سواء على تكوين القوائم يعني مدى فيه مثلا نية أكتر للبعض فكرة التوحد فكرة القوائم الموحدة خيارات الناخبين هل المشهد الأمني لو جايز أن نطلق عليه ده هيأثر على المشهد السياسي ونحن نتكلم عن البرلمان لهم أثر بالفعل يعني لما بيزيد العنف وبيزداد التهديد للأمن الأطبارات الأمنية بتتغلب على ما عداها وللأسف بتتراجع الممارسة السياسية رغم أن الورث السياسية هي الأساس حقيقة والمشاركة المجتمعية هي الأساس في مواجهة العنف والإرهاب والأداء الأمنية بمفروض أنها أداء مساعدة ومكملة وليست هي الأداء الوحيدة لكن اللي حاصل أنه الأطبارات الأمنية طاغية على السياسة من قبل من شهور طويلة وده موجود من الآن وحيبقى موجود في الانتخابات لكن لا أعتقد أنه سيبقى فيه تغيير في المشهد الانتخابي يختلف كثير عن المشهد اللي احنا كنا متوقعينه من عدة شهور من ساعة مطالع وبعد مطالع قانون مجلس النواب ونظام الانتخاب ومبدأ المشهد يتبلور لا أعتقد أنه سيبقى فيه اختلاف كبير ربما مستوى العنف في هذه الانتخابات يبقى تأثيره أكتر شوية بدرجة محدودة مقارنة باللي حصل في الانتخابات الرئيسية والاستفتاء على الدستور كان المشاكل الأمنية فيها تكاد تكون غائبة في حالات محدودة جدا ربما يبقى فيه زيادة في المشاكل الأمنية بمعنى أنه تبقى فيه مشاكل في بعض اللجان محاولة العرقلة محاولة العرقلة لكن حيتوازع مع هذا وربما يزيد عليه العنف المترتب على نظام الانتخاب نفسه العنف المترتب على الانتخابات الفردية البعض حتى بيتكلم عن هذا المشهد ممكن احنا شفنا بعض دعوات الإعلامية اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة بتطلب من الناس النزول مرة تانية وتفويل تانية في السدعاء لما حدث في يوم 26 يوليو قبل الانتخابات الرئاسية تعليق حضرتك على هذه الدعوات دعوات انفعالية الحقيقة بتسيء للمشهد بتنتقس من قيمة الانتخابات الرئاسية اللي تمت كونها لا تعترف من يضعون هذه الدعوات لا يعترفون بأنه كان فيه انتخابات رئاسية وانه هذه الانتخابات هي تفويل في حد ذاتها طبعا يعني 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 في الحقيقة فيه إساءة يعني حقيقية وفيه يعني 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 يأمى انفعال زائد او مزايدة زائدة او نفاق زائد عن الحد لانه ليس هناك اي مبرر طالما انه فيه انتخابات اعطت تفويدا فيش حاجة تعطي تفويد اكتر من الانتخابات الناس اللي تنزل في الشارع دي في النهاية في النهاية بحاجة اقدر يعدها وطالما انه فيه تفويد منظم ومشروع ووفقا للقواعد الديمقراطية مش اي مبرر اصلا لهذه الدعوات الا اذا كنا قديم بنزايد على بعض وبنحارب الارهاب بالكلام وبالجعير والصراخ والعويل وده وده مش ادوات في محاربة مواجهة الارهاب بالعكس دي تضعفنا اكثر في مواجهة الارهاب كل ما استمر هذا المناخ وهذه الاجواء الصخبة وهذه المزايدات الحقيقة احنا بنبقى في موقف اضعف في مواجهة الارهاب احنا محتاجين عمل جدي مش محتاجين صراخ كتير يفروض نبطل صراخ شوية نبطل العويل اللي بنعمله كل يوم نشتغل شغل اكثر اكثر جدية نسق في نفسنا ما نحولش اي مشهد بهذا الشكل الى مشهد صراخ وان ونحجم هذه الممارسات ارجع تاني للقوائم الانتخابية والكلام يعني احنا دلوقتي على بعض تقريبا شهر وشوية من الانتخابات البرلمانية هل انت شايف ان سرعة بناء القوائم والاستعداد لها من قبل الاحزاب بتتناسب مع ضيق الوقت ولا لا هو الاستعداد لانتخابات تقريبا اكتملت يعني يعني موضوع القوائم هو نسبة محدودة يعني ورغم كده يعني كل ما نسمعه في الشرع السياسي هو عن القوائم احنا مسمعناش todas هو هو ما يهتم بيه الاعلام هو القوائم لانه ده 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 فيه اخبار جدي انما الباقي لانه لانه القوائم الحقيقة هي كل واحد عمال يجاهز فلوسه وليجهز عيلته وليجهز قبيله وليجهز العصبية بتاعته عشان انما الشكل الحديث للممارسة الانتخابية هو المتعلق بالقوائم وهو ده إحنا بنشوفه الأعلام بيهتم بيهتم بيه لأن بقية المشهد الكلام ده بنتكلم عن 120 مقعد بقية الـ 420 مقعد اللي بيحصل فيهم حسنا ما فوش حاجة لأعلام يغطيها ولا حد يهتم بيها لأنها بارة قال قال الـ 420 مقعد دولة هتحدث فيهم في تقديرك مفاجآت لا في تشكيلة البرلمان في تركبته لا لا يعني تشكيل البرلمان في تركبته متوقعة يعني كان من أكثر البرلمانات اللي يمكن توقع تركبها مسبقا كيف تتوقع أنت شخصيا دكتور؟ أنا بتصور أنه حيبقى فيه أكثر من نصف المقعد لأفراد مستقلين ليس لهم علاقة كبيرة بالشأن العام موظمهم يعني مش كلهم هم أقرب إلى عضاء مجالس محلية منهم إلى عضاء برلمان مهتم بالتشريع والرقابة ومنقشة السياسات العامة ومهتمين بدوائرهم الانتخابية وبمصالحهم وحيبقى فيه مساحة للأحزاب ممكن تتراوح ما بين 30 و40% من مقاعد هذا المجلس 30 و40% فقط من البرلمان؟ آه كل الأحزاب كل الأحزاب آه يعني ممكن توصل إلى 40% من المقاعد يعني في حدود 220 مقاعد وطيار الإسلام السياسي هل ترى أنه ممثل في البرلمان المقبل؟ أكيد حيكون ممثل حزب النور حيكون ممثل هل هل يقدر يحصل على مقاعد بنفس العدد والكتلة اللي حصل عليها في الانتخابية؟ من الأشكال وإنها خيبت أمل يعني الشارع وإن الدستور الذي وضع في البرلمان جزء كبير جدا من ميزان الحياة السياسية وشاركته في القرار السياسي لا من تكون الأحزاب مؤهلة للقيام بهذا دوروا البعض شايف لا أحزاب لا من تطع لها الفرصة بسبب قانون الانتخاب نفسه تقدير حضرتك لا وطبعا الأحزاب في مصر ضعيفة بس مش هي الوحدها يعني كل حاجة في مصر ضعيفة كل مؤسسات هذا البلد مؤسسات الدولة والمجتمع كلها ضعيفة كلها تأثرت بالتجريف اللي حصل على مدى 40 سنة هل كان علينا أن احنا نتمهل شوية مثلا في إعطاء البرلمان كل هذه السلطة؟ لا احنا برضو بنرسم صور ملحشة هو دور البرلمان هو في أي نظام سياسي هو نفس دور البرلمان مش حاجة جديدة يعني دور البرلمان هو التشريع والرقابة ومنقشة سياسات لكن هذا البرلمان هيختار رئيس الحكومة أو هيوافق على رئيس الحكومة؟ في البرلمان ما بيختارش رئيس الحكومة غير في النظام البرلماني بس في النظام الرئاسي وشبه الرئاسي زي اللي عندنا ده اللي شبه الرئاسي لا البرلمان يعطي ثقة للحكومة يعطي ثقة الحكومة وإذا لم يعطيها في خلال مدة أخرى ثم يتم الاستفتاء على حق يعني فيه إجراءات أكثر تعقيدة ده مش محتاج نص دستوري يعني من غير نص دستوري أي حكومة لازم تاخد ثقة الثقة البرلمان لو ما خدتش هذه الثقة لازم تتغير يعني ده ديفاكتو بالواقع يعني حتى في دستور 71 اللي هو ما كانش فيه هذا النص يعني لو افترضنا مثلا أنه أحزاب المعارضة وقتها الوفد والنصري والتجمع كان عندهم كتلة قادرة خدوا 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 ما كانش مبارك حيقدر يجيب نظيفه مش عارف مين وعاطف عبيده وعاطف بتاعه بمزاجه من غير ما يتشاور معه لأنهم كانوا يقدروا يحجبوا الثقة عن هذه الحكومة ويضطروا أنه يغيرها لأنه وإذا أصر عليها هيحصل صدام يعطل البلد كلها بين المجلس والحكومة لأنه لازم يبقى فيه تعاون بينهم بالمناسبة هترشح نفسك في البرلمان ده دكتور ولا خلاص اعتزال الحياة السياسية قرر نهائي لا ده هو الانتخابات دي أهم الأنشطة السياسية اللي بيعتزل العمل السياسي بيعتزالها يعني بالضرورة يعني إذا ما اعتزلش الانتخابات يعتزل إيه والعمل الحزبي والعمل الحزبي طبعا هو العمل الحزبي والعمل الانتخابي يعني دول أساس العمل السياسي أنت وفدي سابق ولا إسلامي سابق ولا سياسي سابق يعني فيه أكثر من وصف كتير جدا اللي محب يتكلم عن الدكتور وحيدة عبد المجيد بيحتار ويضعوه في أي خانة لا أنا كنت في حزب الوفد معظم حياتي وإنما كانت لي علاقة بكل القوى السياسية قوية بكل الأحزاب والقوى السياسية في مرحلة مبارك أنا كنت في الوفد صحية بس كنت علاقتي بكل الأحزاب والقوى السياسية الأخرى بما فيها جماعات الإخوان كانت علاقة قريبا متساوية كنت دايما أنا من أول ما تعاملت لجنة التنسيق بين حزاب وقوى المعارضة سنة 95 وأنا اللي بقوم بعملية التنسيق الأساسية رغم أن أنا موجود في الوفد إنما كان من أكثر الناس اللي كانوا حزبيين ومقبولين من الأطراف الأخرى كلها كنت أنا وعدت قليل من الحزبيين أنا بشكرك شكرا جزيلا لدكتور رحيدة المجيد الباحث أستاذ العلوم السياسية ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات بشكرا حضرك شكرا جزيلا بعد قليل نتساءل قانون لمواجهة الكينات الإرهابية هل هو قادر بالفعل على مواجهة الإرهاب؟ سؤال بطرحه على المستشار عمر عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق بطرحه ومسشمر